نروح مع بعض ونكمل المحتوى اللي موجودة عبر السوشيال ميديا ونشوف اللي كتب في السوشيال ميديا بخصوص النادي الاهلي طيب معايا الصفحة الرسمية للوطن سبورت على الفيسبوك كتبوا علي معلول يصدم الاهلي قبل مواجهة المريخ السوداني طبعا تطور العلوان تقول يصدم الاهلي خير يا رب ايه في الموضوع تدخل في تفاصيل الخبر الجهاز الفن للنادي الاهلي وافق على طلب معلول وتقرر ان يعود للتدريبات في عور عودة فريق النادي الاهلي من السودان ده بناء على طلب معلول طلب من الجهاز الفني بقرد كابتن سيد مدير الكرة ان ما يكونش موجود في القاهرة اللي يمتدل ان الفريق موجود في السودان فعيرجع من تونس في نفس توقيت عودة الفريق من السودان لكن يصدم دي طبعا اللغة الصحفية لازم تكتب عنوان يشد القارئ لكن تدخل بقى تفاصيل الخبر تلاقي الموضوع بسيط وهين فيش ايه أزمة علي معلول متفق مع الجهاز الفني بمواعيد محددة وان شاء الله بإذن الله ممكن عايز ألوكم علي معلول بإذن الله ان شاء الله لما يرجع من تونس هيخد بعض التدريبات الانفردية لفترة الجاية وهيكون جاهز للمشاركة في المباريات اتداء من يوم 16 ابريل القادم ان شاء الله طيب نكمل مع بعض ونشوف الخبر اللي جاي ده بالنسبة لعلي معلول طيب نكمل الخبر اللي بعديه موقع بطولات الحساب الرسمي البطولات على تويتر قالوا ان الاهل يوضح تطورات حالة علي معلول وحمد فتحي وينفي اصابة الشناوية دكتور محمد شوقي رئيس اللجنة الطبية بالنادي الاهلي كشف كواليس جراحة حمد فتحي لاعب الفريق وحية اصابة الشناوية وموت عودة المصابين دكتور محمد شوقي قال ان كان فيه مشاورات طبية برئاسة الدكتور أحمر عبدالعزيز اللي طلب ان يعرض حمد فتحي وتعرض حالته على الدكتور أشرف محرم عشان يشوف جراحة الساعد الإصابة اللي جات له هل يفضل تدخل جراحي ولا لا دكتور أشرف محرم ومن أفضل الأطباء في جراحات الساعد قال لا يفضل ان يكون فيه جراحة عشان يعود سريعا إلى الملاعب اجرية العملية صباح أمس وخلال 48 ساعة ان شاء الله يبدأ يمارس الرياضة بشكل عادي جدا الحمد فتحي بدون أي التحام وان شاء الله هيكون بعد 6 أسابيع جاهز للمباراة إصابة الشناوي البعض كانت تكلم عن إصابة كبيرة لمحمد الشناوي بعد مباراة المنتخب الأخيرة أمام جزر القمر لكن طبعا الدكتور محمد شاوي قال هذا الكلام غير صحيح بالمرة الشناوي لا يخضع لأي علاج دوائي وهو حاليا جاهز للتدريبات والنهاردة كان موجود فيه المراني الجماعي وجاهز للمباراة الفترة اللي جاية حالة علي معلول قال حالته جيدة للغاية هيكون إن شاء الله جاهز للتدريبات مع النادي الأهل عاقب العودة من السودان أما بالنسبة لمحمد محمود هيكون جاهز بعد 3 أسابيع للنزول للتدريبات الجماعية وكريم ندفيد أول ملفريه هيعود من السودان هيكون جاهز للتدريبات الجماعية محمود متولي خلال شهر من النهاردة هيكون جاهز للتدريبات الجماعية والأمور تسير بشكل جيد بالنسبة لتدريبات التأهيل للسلاسي سواء محمد محمود أو حتى محمود متولي وأيضا كمان كريم ندفيد اللي كلنا بالتأكيد بننتظر عودته بشكل قوي خلال الفترة اللي جاية طيب كمان معايا خبر من اليوم السابع صفحة الرسمية اليوم السابع على فيسبوك كتبوا أربع أجانب على طولة بيتسو موسيماني لتدعيم الأهل في الانتقالات الصيفية القادمة اتكلموا على فكرة أن ملف الأورجوياني جاستون سيرينو لسه جناح سانداونز مطروح اتكلموا على الليبي حمد الهوني لاعب تراجي التونسي لسه في دائرة المرشحين واتكلموا أيضا على المزنبيقي لويس ماكوسويني مهاجم فريق سينبا التنزاني واتكلموا على الكنغولي جاكسون موليكا مهاجم اندرلاخت البلجيكي لسه في دائرة اهتمامات النادي الآن وانا طبعا بقول لكم هذا الكلام بنسبة كبيرة جدا غير صحيح لا سيرينو ولا حمد الهوني ولا اللاعب المزنبيقي مهاجم نادي سينبا التنزاني ولا جاكسون موليكا بيتسو موسيماني لم يفتح هذا الملف حتى هذه اللحظة مع قطاع الكرة ومع لجلة التحطيط والجهاز الفني سيفتح هذا الملف بعد ختام دور المجموعات وفي الاجتماعات القادمة ان شاء الله والموسم لم ينتهي الموسم مستمر لغاية 17 سبع الموسم الافريقي والموسم المحلي ممتد لشهر 9 والعدد اللاعبين الاجانب خمسة في النادي الاهلي وهناك لاعب معار اليوباجي فهذا الملف لسه في تفاصيل وكلام كتير اوي وكل ما ينشر بعيد تماما عن الواقع وما يدار في الغرف المغلقة دي كانت ابرز الامور المتعلقة بالسوشيال الاهلي والترند الاهلي الموجود في السوشيال ميديا خلال الساعات الاخيرة